السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لبلقيس عرشا عظيما وقصرا كبيرا وملكا مهيبا وحضارة متطورة شاهد الهدهد كل هذا بعينه لكنه عندما عاد إلا سليمان عليه السلامة لم يخبره بهذه الحضارة المادية إلا في سياق الحديث جوهر الحديث كان فيه ممتعدا كيف أن هؤلاء القوم يسجدون للشمس من دون الله ترى الواحدة منا إذا ما سافر للسياحة إلى دول الغرب عاد مزدريا قومه ناظرا بعين التقديس إلى أصحاب الإختراعات ناسيا غافلا أن الإيمان يأتي قبل كل شيء وأن موقع الإنسان الحقيقي هو في قربه أو بعده من الله لم يذكر الهدهد أن البلقيس عرشا كبيرا ولا قصرا عظيما ولا ملكا مهيبا ولا حضارة متطورة كلما ذكره الهدهد كيف أن هؤلاء القوم يسجدون للشمس من دون الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع ترجمة نانسي قنقر